السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا النهاردة هنحل مشكلة المقاسات بتاعت الصور بتاعت الفيديو طبعا انا بقصدي بتاعت القناة اي اي صور مقاسات يعني ازا كانت الفيديو ازا كانت صورة القناة يعني هديكو دلوقتي مثل دلوقتي هنجيب قناة عشان بفاهمين الموضوع واحدة واحدة عشان ايه ممكن اي فيديو يوريك اي حاجة كده على السريع وخلاص مش هتفهم اي حاجة ولا هتعمل اي حاجة منهم لانك ما يعني ما فهمتهاش بس اللحظة بس عشان الانت بس انت عشو باقي اهو تمام طبعا دي مش قناتي بس انا مسلا بديكم ايه المسل على القناة دي مسلا القناة دي بديكم المسل عليها طبعا احنا شايفين الصورة الورق الكبيرة دي طبعا دي الناس بتاعني مشكلة فيها او ان هم ما بيعرفوش هيجيبوا مقاسات الصورة دي يا جماعة الصورة الكبيرة اللي مكتوب عليها ماشا والدوب دي تمام اهي الصورة اللي هي كبيرة اللي فوق دي تمام دي اول واحدة هنقول لكم عليها بعد كده اللي هي الصغيرة بس انا عايز يعني افهم لكم ان هو واحدة اللي احنا نصدين عليها دي اللي هي كبيرة ودي اللي هي الصغيرة اللي هي المربع دي ودي اللي هي الصورة اللي بتاعت الفيديو اللي انت بتضفها للفيديو الصورة المصغرة للفيديو تمام اول حاجة احنا هنحتاج اه برنامج اللي هو اه محرر الصور محرر الصور اللي هو ده طبعا البرنامج ده موجود عالجوجل بلاي يعني ما حاوريكو كمان حاورهلكو عالجوجل بلاي عشان معظم الناس اللي بتقول ده مش موجود عالجوجل بلاي ومش هارفه ويخش مش هارفه اشتمك وكده بيعملوا حاجات يعني ملاحش لازمة. اولا بخش على البرنامج اللي هو محرر الصور. تمام? بنخش نختار الصورة اللي احنا هنضفها. تمام? مسلا احنا هنختار اه الصورة مسلا اي صورة نختارها. نختار انا مسلا الصورة دي. باجي عند علامة زائد اللي تحت دي اهي. بضغط عليها. وبضغط على اللي هي تغيير الحج. تمام? بيجي لي كده مش عارفة. مهم ما بضغط على الموضوع اللي هو الالم ده اللي هو هنا ده. بضغط عليه كده. تمام? بعد ما بضغط عليه هو اجيب لي ما ابقى الكلمة الحفاظ على الابعاد دي. باتتك على السهم ده بشيله. باجي طبعا في اول حاجة هنا. طبعا بالنسبة للصورة الكبيرة. اللي هي ورا اللي كان مكتوب عليها مشا والدب. دي اللي هي الصورة الكبيرة. ابعادها بتبقى الفين خمسمية وستين. تمام? في الف وربعمية واربعين. الف وربعمية واربعين يبقى الفين خمسمية وستين في الف وربعمية واربعين. هذه الحاجات دي تكتبها في ورعة عندك مثلا الصورة الكبيرة كده ابعادها كزا. تطبيق مسلا اهي. كده وبعد ما بتخلصها بتضغط على السهم اللي هو فوق موجود هنا. بيه هيحفظها لك عندك تحطها حطيتها على طول خلاص. مش هتقابل فيها اي مشكلة خالص. دي بالنسبة للصورة اللي هي الكبيرة. اللي بتبقى موجودة فوق الطويلة دي. بالنسبة للصورة الصغيرة اللي هي رمز القناة برضو ورها لكم تاني عشان ايه? ما يحصلش لغبطة كتير عشان ساعات فيه ناس بتصعب عليها الموضوع ده يعني. آآ نوريكم الصورة تاني. معلش عشان معلش احنا ممكن الفيديو معلش تقول ده حاجة امو ميلة انت لس هتورعين احنا عارفين بس معلش برضو ايه في اهي اللي هي الصورة الصغيرة دي يا جماعة المربعة الصغيرة اللي هي تعتبر رمز القناة. تمام? اللي هي الصورة اللي تعتبر رمز القناة بخش تاني على محرر الصور. اهي. باجي الابعاد. اهي. بالنسبة بقى لصورة اللي هي الصغيرة. بضغط. تمنمية. وتمنمية. تمام? طبعا بشيل دي عشان ما بوص الدنيا اللي هي الحافظ على الابعاد دي ما ما خليش علاسها. اللي هي الصورة اللي هي رمز القناة اساس ان تمنمية في تمنمية على طول وتطبيق هي بتتزبط معاك الصورة على انك تحطها على طول. طب والتانية بقى التانية اللي هي بتاعت الفيديو اساسا صورة الفيديو. صورة الفيديو اللي انا بحطها صورة مصغرة للفيديو لما اجي انشروه بحط له صورة. برضو ادي لها ابعاد عشان الصورة تبقى معاك كاملة لان الصورة اللي صغيرة هتجيد كده شكلها صغير كده لازم ان هي ابعاد برضو هتوب الف متين وتمانين في سبعمية وعشرين. تمام? اهي. الصورة مظبوطة على طول معاك. طبعا لما انت بتخلص كل ده طبعا تضغط على السهم اللي فوق ده. الصورة بتتسجل معاك وهو هي دي الموضوع ده كله هو انت بس تخلص الصورة بتاعت تضغط السهم هيحفظها لك عندك في الصور تخش تحط الصورة بس مش اكتر من كده. طبعا ياريت يعني ياريت تدعمونا بلايك يعني اه ادعمونا عشان اطلع فيديوهات جديدة اه حاجات تانية للناس طبعا عشان نفيدكو. وياريت تشترك في القناة لو انت مش مشترك وفعل زر الجلسة عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة.